السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسابعين الكرام كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم سنحضر معكم أربع كيكات باردة بدون فرن سريعة تحضر من أسهل وألد ما يكون إذا أعجبكم الفيديو دي اليوم لا تنسوش تعملوا الشراك للقناة ديلي واتبارتاجيوا مع أصدقائكم لتعمل فائدة نشوفوا المكونات وطريقة تحضر نحتاج في الكيك الأول 320 جرام من بسكاويت الشاي مطحون أنا مطحنتوش مزيان هذه النوعية لسا عملت نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكا والمر نخلط المكونات جيدا نضيف ضنة كاراميل علبتين كل علبكة تزيان 100 جرام نجمع المكونات باليد ديلي بحيط نحصل على البسكاويت اللي يكون كيتجمع في اليد لها الشكل هذا ناخد القعلب اللي نحضر فيه الكيك نضيف ليه خلاط البسكاويت نضغط عليه جيدا حسنا نحصل على طبقة أولى نوضع القعلب جانبا ونضوز بش نحضر الطبقة الثانية نحتاج فيها 800 مللي لتر من الحليب السائل ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقتين كبيرتين من النشا أو ميزنا ملعقة صغيرة من الفانيليا أو السكر الفاني وعلبتين من الكريم كاراميل أو الفلون ما يعديل 70 جرام كل العلبة نخلطوها بنصف لتر من الحليب نخلط المكونة جيدا على البارد من بعد نوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر حتى يوصل لدرجة الغليان ونزوله من على النار نضيف الطبقة الثانية نضيفت الطبقة الثانية ونضخل القعلب للتلاجة حتى تتماسك الطبقة الثانية ونعود نرجع معكم من بعد نتماسك الطبقة الثانية نحضر القنج أو الطبقة الأخيرة نحتاج فيها 250 مليم الكريم السائلة من بعد نوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر حتى يوصل لدرجة الغليان في هذا الأثناء نضيف 200 جرام من الشوكولاتة السوداء نحرك المكونة جيدا حتى تضيف الشوكولاتة حتى نحصل على خليط كريمي من بعد نزوله من على النار مباشرة نصبه في القالب من بعد ما تتماسك الطبقة الثانية نوزع الطبقة الأخيرة بشكل متساوي نوضع القالب جانبا حتى تتماسك الطبقة الأخيرة من بعد نزيين الوجه بشوكولاتة مبشورة تزيين كيف قحسب المتوفر نزول القالب نستعن بهات السكين من الجوانب من بعد نزول القالب من الكاك بكل سهولة هذا هو الشكل الكاك من بعد نزولتهم القالب نقطعوا على هذا الشكل هذا كيف تشوفو كيك سهل في التقطاع كيك سهل تحضير من أسهل و ألد ما يكون مكونات متواجدة في كل بيت من بعد زينتم الفق بشوكولاتة سوداء ممكن تكسافيه فقط بالشوكولاتة المبشورة سوف نزول لكم الطرف كيف يعمل من الداخل هذا هو الشكل ديالو يجي شكل جميل جدا كيك لذيذ مضاق لا يقاوم كيك يستحق تجربة نحتاج في الكيك الثاني 600 مليلتر من الحليب السائل ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقة صغيرة من الفانيليا أو السكر الفاني ملعقة كبيرة من النشا أو ميزنة ملعقتين كبيرتين من الكاكا والمر نخلط المكونات جيدا نحرك المكونات عن البارد من بعد نضع الإناء على النار مع التحريك المستمر نحسس بذتقال الكريمة من بعد نضيف علبة من القشطة ما يعدل 125 ملي القشطة تبقى اختيارية لكن تأتي قوام هائل لهذه الكريمة نحرك المكونات من بعد نضيف 150 جرام من شوكولاتة سوداء نحرك حسده في شوكولاتة و نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة الزبدة كتعطيلها معين لهذه الكريمة من بعد نزول الإناء من على النار و ندوز المرحلة الموالية نحتاج 450 جرام من بسكا ويت الشاي أنا استعملت هذه النوعية ممكن تستعملوا أي نوعية متوفرة عندكم من بعد نكسر البسكا ويت بشكل عشوائي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا من بعد ما كسرت البسكا ويت كامل نضيف عليه الخليط اللي حدثت معكم و نخلط المكونات جيدا بحيط البسكا ويت كامل يوصلوا الخليط أو الكريمة من بعد نخلط القالب اللي سنحضر فيه الكيك أنا أخصاري هذا القالب اللي كيت تفتح من الجوانب نصب فيه خريط البسكا ويت كامل نضغط عليه بالملعقة جيدا حسنا نحصل على طبقة تكون مستوية من بعد نغطي القالب بكيس غذائي أو كيس بلاستيكي و ندخله للتلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتمسك الطبقة و نعود نرجع معكم نحتاج في القاناج أو الطبقة الأخيرة ١٠ جرام شوكولاتة سوداء ٢٥٠ ملي من الكريمة السائلة نضيف عليهم ملعقة من الزيت و ندخلهم الميكرويف ندوبهم في الميكرويف هذا هو القوام اللي حصلت عليه من بعد ما دوبته ممكن ندوبهم في حمام مائي هذا هو الشكل الكاك قلبته في صحن التقديم و ضفت الطبقة الأخيرة أو القاناج من الفوق نغطي الوجه دي الكاك و نغطي الجوانب ممكن تغطيه فقط الوجه أنا هنا غطيت الوجه و الجوانب و نزينه من الفوق بلوز أبيض أو شرائح اللوز تزين كيبقى اختياري ممكن تزينه بأي شيء متوفر عندكم هذا الكاك رائع سهل تحضر كيك يدوب في الفم نقطع لكم مقطعة باش تشوفوا الشكل كيف عامل من الداخل سهل في التقطع كيف كتشوفوا أنا مأكد إلا جربتوا هاد الكاك غديعجبكم بسطاف لأنه فعلا يصحق تجربة هذا هو الشكل النهائي دي الكاك يجي الشكل دياله جميل جدا والمضاق يا سلام مضاق لا يقاوم هذا هو الشكل النهائي لذيذ جدا سوف ندوزوا باش نشوفوا الكيك الثالي تحتاج فيه بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ربع كوب من السكر ملعقة صغيرة من الفانيليا أو سكر الفاني نخلط المكونات جيدا بالطرب اليدوي حسي الضعف الحجم دي المكونات من بعد نضيف ربع كوب من الزيت النباتي المعيار دي الكوب هو مية وخمسين ميلي نخلط المكونات جيدا من بعد نضيف نصف كوب من الحليب السائل حليب دافي نخلط المكونات جيدا نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو المر كوب من الدقيق الأبيض ما يعادل مية وخمسين جرام خميرة الحلويات أو بيكين باودر ما يعادل عشرة جرام نخلط المكونات جيدا حسي نحصل على خالط يكون خفيف ما يكونش قيل أنا استعملت فقط طرب اليدوي هذا هو القوام دي الخالط من بعد نخلط القيلى القليل دخل الخلط نخلط الوق dice هذا هو الشكل الكاك من بعد ما طاب انا زولت له هذه القشرة من الفوق عملت ليه تقب لان انا غدي نسقيه خديت كأس من الحليب السائل حليب ساخن ضفت ليه ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الدوبان ونسقي به الكاك نوضع الكاك جانبا ونحضر الطبقة الثانية نحتاج نصف لتر من الحليب السائل ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض ملعقتين كبيرتين من النشا ملعقتين كبيرتين من السكر انا السكر غير تحذف لي المقطع ضفت ملعقتين كبيرتين نحرك المكونة جيدا من بعد نوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر ملعقتين كبيرتين نحصل على خليط كريمة على هذا الشكل نضيف علبة من القشطة ملعقتين كبيرتين القشطة تبقى اختيارية لكن تعطي قوام هائل لهذه الكريمة نخلط المكونة جيدا من بعد نضيف 50 جرام من شوكولاتة بيضاء شوكولاتة الحسية تأتي طعم هائل للكريمة هذا هو القوام نزولها من على النار مباشرة نصبها كطبقة ثانية فوق الكيك ندخل القالب للتلاجة حتى تتماسك نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف مرحلة التزيين قليل من سلسة الكرامل وعملت خطوط بشكل عشوائي ثم نضيف شوكولاتة مبشورة تزيين حسب المسوفر نضيف قطعة بشكل رائع جدا كيك لذيذ جدا من أسهل و ألد ما يكون كيك يستحق تجربة أنا مأكدة إذا جربتوا الكيك سيعجبكم بساف لأنه فعلا يستحق تجربة ماذا لا يقاوم نضيف كيك الرابع والأخير نحتاج نصف لتر من الحليب السائل نضيف ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض أو دقيق الفرز ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقتين كبيرتين من الكاكاو المر الفانيليا أو سكر الفاني ملعقة صغيرة نخلط المكونات على البارد من بعد نوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر سنحصل على خالط كريمي على هذا الشكل كيف تشوفو نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة الزبدة بالسفاق نضيف الملعقة سبيت الخالط وحضر القلب نضيف ملعقة 24 سنتين ملعقة صغيرة وضيف ملعقة بلاستيكي لابد للطبقة نحضر بلد نحتاج 100 جرام بودرة شونتي في صغيرة من الفانيليا أو السكر الفاني كوب من الحليب السائل حليب بارد جدا الكوب يوزني و 50 ملي حساب ودرة شونتي وضع ساف المجمد قبل ما نخدم بها بشي سهل علي أن الكريمة تطلع بسرعة ونخفق المكونات جيدا بإضطر الكهربائي حتى نحصل على كريمة متماسكة من بعد ما نسكت الطبقة الأولى نزول هذا الكيز الغذائي ونوضع الكريمة على شكل طبقة ثانية نوضعها بشكل متساوي من بعد ندخلها للتلاجة حتى نتماسك الطبقة ديال الكريمة ونعود نرجع معكم من بعد نتماسك الطبقة ديال الكريمة نحضر القنج نحتاج فيه 250 ملي من الكريمة السائلة وضعتها على النار مع التحريك المستمر حتى درجة الغليان من بعد نضيف 200 جرام من الشوكولاتة السوداء نحرك المكونات حتى يضوب الشوكولاتة نضفت ملعقة صغيرة من الزبدة 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 نضفت الطبقة الأخيرة أو القنج فوق طبقة الكريمة وضعه بشكل متساوي طريقة بسيطة كيف تشوفوا الكيك يجي رائع سهل تحضر مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت ممكن تحضره في آخر لحظة وضع القلب جانبا حتى تتماسك الطبقة الأخيرة الكيك يجيب حل كيك المرايا لوجه يبان فيه مرحلة التزيين نزيين بالقليل من جوز الكوك وضعت القليل فقط في الوسط ممكن تخلو الكيك كما هو ما تزينوش وضعت حبة من الكرز في الوسط ندوي الشكل نهائي الكيك دي اليوم سوف نحزلكم قطعة بشتشوفوا الشكل كيف عامل من الداخل كي يجي رائع جدا من ألد ما يكون إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم ومن البارتاج لتعم الفائدة